كشفت مجلة بوليتيكو عن قلق ينتبه البيت الأبيض من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أمام الكونغرس في يوليو المقبل مجلة بوليتيكو الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن سبب القلق هو مضمون الخطاب الذي قد يستغله وذلك الانتقاد الرئيس بايدن بزعم عدم دعمه للعملية ضد حركة حماس بما يكفي وقال المسؤولون الأمريكيون أن فيديو نتنياهو لم يكن مفيدا على الإطلاق وقد يسوء الأمر أكثر أمام الكونغرس وخلفت الحرب معضلة سياسية شائكة لبايدن الذي انتقده الجمهوريون لعدم دعمه إسرائيل بشكل كاف لكنه في الوقت نفسه تعرض أيضا لانتقادات من بعض أعضاء حزبه لعدم حماية المدنيين الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر